السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتكم إنجليشاوي بالنسبة للأجزاء المحزوفة للمرحلة الابتدائية والإعدادية الثانوية عندي الصف الأول الإعدادي المحزوف منه view c from page 32 to page 33 يعني عندي صفحة 32 وصفحة 33 محزوفين بالنسبة للأجزاء عندي صفحة 54 لحد 63 برضو محزوف عندي كمان review d من صفحة 64 لصفحة 65 محزوف أما بالنسبة للصف التاني الإعدادي فعندي review c من صفحة 32 لصفحة 33 محزوف وunit 12 من صفحة 54 لصفحة 63 برضو محزوف وreview d من صفحة 64 لصفحة 65 طبعا دي كلها الصفحة دي طبعا الصفحات ديت من كتاب student book اللي هو بتاني المدرسة بالنسبة للصف التالت الإعدادي فأنا عندي review c محزوف منه من page 32 لحد page 33 عندي صفحتين يعني 32 و33 أما yunit 12 فعندي from page 54 to page 63 من صفحة 54 ل63 برضو محزوف وكمان معهم review d اللي هو من صفحة 64 لحد 65 بالنسبة بالمرحلة الثانوية فأنا عندي الصف الأول الثانوي عندي review 3 اللي هو من صفحة 36 لصفحة 41 محزوف ويونت 12 من صفحة 66 لصفحة 67 محزوف وreview d من صفحة 72 لصفحة 77 محزوف أما بالنسبة للتانية الثانوية فأنا عندي review 3 من صفحة 36 لحد و41 محزوف وكمان معايا unit 12 محزوف منها من صفحة 66 ل67 وreview d من صفحة 72 لحد 77 أما بالنسبة بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع الابتدائي فأنا عندي unit 9 من صفحة 50 لصفحة 57 محزوف وreview 3 عندي صفحة 62 لحد 65 وعندي من صفحة 68 ل69 محزوف وكمان unit 10 من صفحة 78 لحد 85 محزوف وunit 11 من صفحة 102 لحد 104 محزوف وعندي unit 12 من صفحة 118 لصفحة 119 محزوف وعندي review 4 من صفحة 130 لحد 133 أما بالنسبة للصفحة الخامس الاتدائي فأنا عندي unit 9 من صفحة 48 لصفحة 52 وreview 3 من صفحة 60 ل63 أما unit 11 من صفحة 94 ل95 وكمان معهم صفحة 99 unit 12 من صفحة 108 ل109 وكمان review 4 من صفحة 122 ل125 أما الصفحة الثالث الابتدائي فأنا عندي review بس هو اللي منغي من صفحة 31 لحد 36 ده كل المحزوف من منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية زجد عمنا بلايك وسبسكرايب للقناة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله شكرا